أم ملاك الأسدي أيضا هذي بتعم أخرى اليوم ما شاء الله بنات عمنا يعني جاية تتحاور المعانا تحية لكم وتحية لأبوكم تحية لأخوانكم وأبنائكم هل قرأت كتاب سليم بن قيس الهلالي يا بتعمنا الكريمة كتاب سليم بن قيس الهلالي كتاب مختلق في القرن الرابع الهجري هذا واحد يجي كتابه وقام يصور على سيناريو فيلم يعني مثل فيلم هندي هذا الكتاب هذا واحد يجي كتابه بالقدر رابع وراربعمائة سنة يعني أنه هو إنسان بدوي من من الصحراء جاي من نجد يوم وفات الرسول ويجي وشاف السقيفة وشاف بيعته يبكر وشاف الإمام علي وشاف الأحداث وهجوم على بيت الزهراء وقام يتخيل أشياء ويكتبها والكتاب يضع وراربعمائة سنة طلع هذا الكتاب فبعض الناس البسطاء السدج صدقوا هذا الكتاب مثل هذا الشيخ الصدوق أيضا الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق وآخرون النعماني و الكليني أيضا يسمهم أخباريين أخباريين حشوين عقلهم صغير ذولا يعني ما يبحثون ما يحققون ما يدققون ما شافوا قدامه مصدقون بعدين شوية الشيعة طوروا فتحوا بعض الاجتهاد في القرن الخامس الهجري وقالوا يعني ما يصير كل أحاديث نقبل بها أحاديث كثيرة تقول القرآن محرف مثلاً موجودة بالكافي الشيعة اللي اجوا المفيد والتوسي والمرتضى قالوا هاي الأحاديث احنا ما نأخذ بها مو صحيحة وكثير من الأحاديث صاروا يعني يرفضوها واجه هذا الشيخ المفيد اللي يسموه شيخ الطائفة اللي هو أسس فرقة الاثنى عشرية تقريباً هذا الشيخ المفيد يعلق على الشيخ الصدوق يقول هذا الشيخ الصدوق على منهج أهل الأخبار يصدق كل ما يشوفه قدامه يصدق بالروايات ومن الأشياء مصدق بها هذا كتاب سليم بن قيس الهلالي يضحك عليه يقول لا وينتقده يقول هذا مستحيح يقول هذا كتاب أصلاً لا يجوز أحد يعتمد عليها وما أحد لا يستطيع يصدق بالروايات يقول هذا الروايات مختلق وعلماء الرجال الشيعة الآخرين قالوا أصلاً نشك بوجود هذا الشخص سليم بن قيس الهلالي أصلاً أصلاً أمو هذه شخصية وهمية خرافية يعني فهذا يمكن يمكن أن يأتيك الآن يؤلف للكتاب قبل فترة حددتكم ربما عن كتاب اسمه مذكرات مستر هنفر مذكرات مستر هنفر هذا واحد انجليزي درب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلم العقيدة مالتا ورح وسواه جاسوس ويا هذا الكتاب كثير من الناس يعتبره كتاب موثق هذا واحد برطاني كاتبه جاسوس هو يعترف مذكراته ولكن واحد لو يقرأه شوية يتأمل فيه يرى هذا الكتاب لا يوجد مصدر منين جابين الكتاب لا معروف وبعدين المترجم ميم حاق لا يوجد اسم المترجم المطبعة لا يوجد اسم المطبعة دار النشر لا يوجد دار نشر فأي واحد شوية يقلب الكتاب يفتيهم انه هذا الكتاب مختلق كتاب مزور واحد يسوي له فتقصه ويمشيها الناس البسطاء الأخباريين يصدقون لكن الناس اللي شوية يعدهم عقل وشوية يعدهم تحقيق وقلم يقدرون ان يميزون من رواياتها صحيحة وغيرها صحيحة كتاب سنينة من القيس الهلالي واحد منه الكتب وبعدين هذا الكتاب حسب ما يقول المجلسي في كتاب بحر الأنوار يقول ادفت باب في كتاب بحر الأنوار الأحاديث التي نسبت إلى سليم بن القيس وما موجودة في كتابه يعني عبر الزمان عبر ألف سنة صاروا الناس يجيون كثيرون يرون روايات عن سليم وهي ما موجودة كل واحد يجي كشكول كل واحد يجي يحط فيه الأخت ملاك مصرة على أن أدافع عن هاي الأفكار قرأت يعني لا بس يعني أنا أرحب بهذا الكلام لأنه حتى نبحث المواضيع ولازم نرجع إلى نأسس عقلنا الديني مشكلة بعض الناس يعني عقلهم خربط شافين الكمبيوتر أحياناً يقومون خربط كثير يسوله فرمات يسموه أو فرمته يعني يفرمته من جديد ويبدأون يرسخون أو ينزلون البرامج الأساسية فيه إحنا لازم نعرف أن الدين ناخذ من القرآن وناخذ من النبي وناخذ من أحاديث أهل البيت الصحيحة مو كل شي نسمع الناس يقولون نصدق بالكلام مثل السادة كتاب سلمة ابن قيس الهلالي وأيضاً تسأل الأخوة أم ملاك تقول لو لا وجود الإمام المهدي لساخت بكم الأرض حسب روايات أهل البيت يا روايات أهل البيت شلون السيخة؟ لماذا تسيخة؟ و الله خالق الكون قبل ما يوجد الأنبياء كلهم خالق الكون و لا تسيخ الأرض لماذا تسيخ الأرض؟ والآن لا تسيخ الأرض يعني أنت إثبتي وجوده وبعدين نقولي لو ساخت الأرض لو ما موجود كان ساخت وهو ما موجود أساساً وش الأرض ما ساخت؟ هاي روايات كتب كلها وروايات مصحيحة ومو صدقي بكل رواية شوية أنت لو تروحون لحوزة تدرسون وتعرفون شلون تميزون بين الروايات الصحيحة والروايات المصحيحة تقول أيضاً حبي الإمام المهدي أبسط شيء لوجوده كما أني لا أرى الله أرى خلق الله هذا وجود المهدي يثبت هكذا بأنه إمام موجود هذا القياس جداً 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 غريب وعجيب وباطل يعني الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضلتي تشوفين خلق الله فتعرفين الله موجود والله هذا يدير الكون وحكيم وقدير لكن إمام مهدي ماذا أرى؟ أرى كتاب أرى مقالة أرى رسالة أرى عمل مثلاً موقف فتوى لا يوجد أي شيء ولذلك العلماء مثلاً من ألف سنة علماء الشيعة قالوا بعد ما عندنا طريق لنتصل بالأئمة حتى نأخذ منهم أحاديث وروايات فلعبد أن نجتهد ففتحوا باب الإجتهاد لماذا عندنا مجتهدين؟ لماذا عندنا مراجع الآن؟ المرجع يروح يدرس ويبحث ويفكر حتى يفتي في بعض المسائل لأنه ما عنده وسيلة اتصال ولا أدنى مسائل تجي من الإمام المهدي فهذا ما قياس ذات كيسين؟ انت شفتي خلق الله فعرفت الله موجود طيب شنو شفتي من آثار الإمام المهدي حتى حبك إلى هذا شيء عاطفي وهمي يعني أنت قاعد ونشأتي على فرد فكرة وعايشة عليها وعصبالك صدق هذه وشوية تفكرين بها فأنا كنت مثلك يعني وأكثر من عندك قبل ما أنت أولدي وكنت أنا أدعو وكنت أبحث وكنت أحقق في هذه الأمور وكنت أيضا أنتظر وبعدين عندما تعمقت أكثر ودرست أكثر فاكتشفت أنه أكو خرافات وأساطير داخلة بمذهب البيت ومخربته وهذه ما لها أساس في الإسلام ولا في مذهب البيت نحتاج نعرف ما هي أسس الإسلام ما هي العقاعد الأساسية في الإسلام الأخت أم كرار الأسدي بتعم آخر هذه تقول أم كرار الأساسية في اليوم اشتركوا في القناة